الأهلي وصل تدريباته استعداداً للمباراة المهمة اللي جاية مباراة الأهلي المقبلة مع شباب بالوزداد في الجزائر يوم 16 الشهر ده إن شاء الله مستر مارسل كولر قاد التمرين الصباحي النهاردة اللي اجتمل على بعض الجوانب البدنية وفي تأسيمة حرص خلالها المدير الفني على تنفيذ بعض الجوانب الخططية حراس المرمى قدوا تدريباتهم تحت إشراف مشيل يانكون والأهلي كان زي ما فاكرين لعب مباراة الدية مع اسموحة يوم لتنين الماضي في ملعب السلام اطمأننا خلالها الجهاز الفني على جهازية اللاعبين ومنح المدير الفني كولر اللاعبة راحة مبارح استثنى منها اللاعبين الدوليين اللي خادوا تدريبات قوية على ملعب التيتشوى ضمن البرنامج التاهيلي والتدريبي بعد عودتهم من الأجازة أليو ديانج النجم المالي كان رجع على طول فور خروج منتخب بلاده من كاس الأمم منحوا الجهاز الفني راحة النهاردة وانتظم وهي انتظم في التدريبات بكرة إن شاء الله تعالى الحياة ديانج كان ملتزم جدا بمجرد حسم موقف مالي في البطولة جاء على طول الدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق أكد أن الأشعة أثبتت إصابة خلد عفتاح لعب الفريق بجزع بسيط في أربطة القدم وقال رئيس الجهاز الطبي أنه عفتاح أجريت له أشعة رانين واستكملها النهاردة وبقيت الفحوصات الطبية بعد تعرضه لهذه الإصابة في مباراة سموحة الودية الأهلي يلعب يوم 16 مع شباب بالوزات في الجزائر يرجع يلعب في الدوري بقى يوم 20 مع طلاع الجيش يوم 24 يسافر غانا عشان يلعب مدياما في غانا يوم 27 يلعب مباراة المهمة مع البرامد ويوم 2 مارس مع يانج أفريكنز التنزاني في القاهرة في ختام مجموعته في دوري الأبطال 8 مارس أو 6 مارس اللي اللي عنده مباراة مؤجلة في الدوري لسه ما تسكنتش دلوقتي وتسع مارس عنده مباراة البنك الآلي و13 مارس عنده مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر جدوى المزدحم جدا 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 الله يعيني النادي الأهلي عليه إيجابيات الفترة اللي فاتت أن أنت قدرت أولا تركز على مجموعة من الشباب أنك تعالج بعض الإصابات المهمة يعني وهمها طبعا عودت بعض المصابين وفي مقدماتهم ريدا سليم وأعتقد كمان كريم ندفت ويعني طبعا أكبر سلبية عودت الشناوي مصاب إصابة يعني مزعجة جدا جدا وحطول واستطاع النادي الأهلي أن يعني زي يعالج هذا التأثير باستخدام حارس رابع يكون في دعم حراس المرمى نتمنى النادي الأهلي كلها لما تشوف ما تشعط يا أستاذ إبراهيم مؤثرة جدا جدا في مشوار البطولات المختلفة عن النادي الأهلي سواء الدوري العام سواء كاس مصر سواء كاس أفريقي يعني بطولات وكل بطولة من دي بيتمهد لك لبطولة أو اتنين تانية فنرجو أن يكتازي إمام عشور بيتمرن بواقل الواقل للرأس طبعا ده في الإجراء الطبي بعد الإصابة اللي كان وصيب بيها في المرأة ده مين إمام عشور يعني لسه واضح أنه في الإجراء الطبي أنه يفضل لابس اه 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 احترازي ده إجراء احترازي اه نتمنى نتمنى ربنا بقي يعني يعفينا من الإصابات اي وأن الناس كلها بإذن الله تؤدي وتديك اللي جواها عندنا لعبة كبيرة جدا محتاجة إنها أو تعبر عن أفضل ما فيها وبالنها دي تكون فترة جان شوف الكلام ده عشان أنا بقول عنق الزجاجة في الفترة القادمة إن شاء الله أنا أتمنى كل التوفيه بإذن الله كاسة الأمم الأفريقية يا جماعة الختام يوم الحد إن شاء الله اشتركوا في القناة